يقول عندنا بعض الناس لما يشيعون الجنائز يرددوا لا إله إلا الله أبو ياسين جوابي كما ذكرت قبل قليل أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَعَ الْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَيَقُلْ جَلَّ وَعَلَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد حصلت جنائز كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام و هذه الدوامين السنة تشرح لنا حتى بكاء النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة حتى لما حمل العود ونكت فيه في الأرض وهو جالس والجنازة يجهز لها القبر أيضا ذكروا ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالتكبير أو بيهلل مثلا ولا كان الصحابة بل الذي ثبت أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا شيعوا الجنازة كأنما على رؤوسهم الطير لا يصحبون الجنازة لا بصوت ولا بنار ولا بشعار ولا بأي شيء يمشون بخشوع يمشون بخشوع وكلهم في حالة صمت ما يهللون لا إله إلا مثلا ما يفعل بعض المسلمين هدان الله وإياه هذه محدثات هذه محدثات الآن بعض الناس حتى في المسجد للأسف لما يدخلون الجنازة للصلاة يقوموا لا إله إلا الله من وين جفت هذا أو بعضهم يقول الله أكبر طيب هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هل فعلها الصحابة الكرام الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام أنهم كانوا إذا تشيعوا الجنائز لا يصحبون يعني لا يصحبون الجنازة لا بصوت ولا بنار ولا بأي شيء ولذلك أن يرددون هذا الله أكبر كذا أو لا إله إلا الله هذا ما عليه دليل هذه محدثة من المحدثات من المحدثات